موسيقى من أماسي أسبوع الكبار ضمن المهرجان السنوي الكبير الذي يقام على أرضية هذا الميدان في كل عام ختامي الختاميات وقمة التحديات لحظات البداية الأولى لحظات التشريف بوصول سيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله لمتابعة هذه الانطلاق هنا في أرضية هذا الميدان الذي يشهد في هذا المساء سباق التنافس في كعس الكوس واحد من الأيام المشهود لها في منافسات هذه الرياضة العربية على صيلة هذا المهرجان خاتم الختاميات الذي ينطلق في كل عام بناء على التوجيهات الكريمة وسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وامده بالصحة والعافية وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ودعم متواصل لا محدود لهذه الرياضة وكل الرياضات هنا تبدأ مع القمم وتحمل دائما هنا العمالقة في التنافس العمالقة في هذه البداية الأولى التي تسير مع هذا الأداء الممتاز هي مفاوضة هي المركز الأول هنا الصراع المقدمة والصدارة والبداية الأولى بينما فيه المركز الثاني قمة هجن الشحانية سالم بفران المر really الله 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 كأس الكوس يسجل عاصفي يعلن انطلاقه العاصف العاصفة هبت العاصفة في أسبوع الكبار ما شاء الله مفاوضة هي مفاوضة الكاس الثالث في الرصيد من مفاوضة ما شاء الله وتبارك الله تهانينا والنموس إلى مالك العاصفة سيدي سموشي حمدان بن محمد بن راشد المكتوب سلام يا دانة الدنيا سلام يا دبي سلام الإثارة سلام الفوز سلام الانتصار مفاوضة مفاوضة على المركز الأول والواثق حمد بن راشد بن اغدير مع هذه البداية الوان لحجن العاصفة في المركز الثالث بينما المركز الرابع حربة لهجن الشيحانية في المركز الرابع وفي المركز الخامس الظفرة لهجن الرئاسة في هذا الأداء نعود مع التوقيت مفاوضة الكعس المفتوح ناجحة بكل المقاييس عاصفية هي 12 دقيقة 9 ثواني وفان وتماما وكمالا هي انطلاقة العاصفة في شوط الأول الخاص بالبكار المفتوح لكعس الكوس المركز الثاني جاءت في المركز الثاني كانت هناك قمة في المركز الثاني لهجن الشحانية سالم بفاران المري قدم العداء الممتاز 12 دقيقة 5 ساعة الثانية خمسة من الأجزاء من الثواني ما شاء الله وتبارك الله والمركز الثالث كانت انطلاقة يشان العاصفة تختم المراكز الثلاثة الأولى بانتصار يشان في المركز الثالث أيضا تهارينا لهجن العاصفة وشكرا حمد براشد بنغدير 12 دقيقة من خلال هذا المسار الذي تابعنا في القوة والتحدي و 26 ثانية وثلاثا من الأجزاء من الثواني كاس الكووس يمسي هنا مع العاصفة في البداية الأولى وشوطن آخر يحمل أيضا منافسات هذا السن الذي يبدأ مع الكبار وتحدي الكبار والزميل سالم بن سعيد بن حضيرم يتابع هذه الانطلاق شكرا للزميل عبد الرحمن أحمد اشتركوا في القناة